السلام عليكم ورحمة الله يسرني أن أبدأ اليوم إن شاء الله في الوحدة التاسعة عشر للصف الرابع الأساسي من مادة الرياضيات بعنوان المحيط والمساحة عنوان درسنا لليوم المحيط في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعرف كيفية إيجاد المحيط باستخدام شبكة المربعات وكيفية إيجاد المحيط لبعض الأشكال مثل المستطيل والمربع لكن قبل البدء لنتأمل الشكل المجاور لدينا شكل مغلق كما تلاحظون يتكون من عدة قطع مستقيمة نهاية كل قطعة هي بداية لقطع مستقيمة أخرى نسمي كل قطعة منها ضلع ماذا نسمي كل قطعة منها؟ نسمي كل قطعة من تلك القطعة المستقيمة بالضلع هنا ضلع أيضاً وهنا ضلع وهنا ضلع وهنا ضلع إذا أردنا إيجاد المحيط يجب أن نعرف ما معنى كلمة المحيط ماذا نقصد بمصطلح المحيط؟ المحيط من كلمة يحيط معناها أو تعرف بطول الخط الخارجي الذي يحيط بشكل مغلق كمان مرة المحيط هو طول الخط الخارجي الذي يحيط بشكل مغلق لو تعملنا هذا الشكل المغلق وأردنا إيجاد المحيط المقصود في طول الخط الخارجي تلك الحدود تلك الحدود الخارجية التي تحيط بهذا الشكل من جميع الجهات من جميع الجهات ويعرف أيضا بأنه مجموع أطوال أضلع الشكل أي شكل مغلق والآن لنبدأ بمجموعة من الأمثلة التي توضح كيفية استخدام شبكة المربعات في إيجاد محيط مجموعة من الأشكال باستخدام شبكة المربعات جد محيط الأشكال المضللة فيما يلي متخذا طول ضلع المربع الصغير كوحدة طول كمان مرة باستخدام شبكة المربعات جد محيط الأشكال المضللة الملونة فيما يلي متخذا طول ضلع المربع الصغير كوحدة طول أمامنا الآن الشبكة من المربعات كما تشاهدون أريد إيجاد محيط هذا الشكل الملون هذا الشكل المظلل أنا محددة طريقة معينة أنه أنا بدي أتخذ طول ضلع المربع الصغير هذا اللي أنا قطعته عشان أوضح لكم وحدة الطول ما هي أخذنا طول الضلع هنا ضلع هذا الشكل المربع صغير وهنا أيضا ضلع ضلع يتكون من أربعة أضلع كل ضلع فيها يمثل وحدة طول واحدة وحدة طول واحدة هنا وحدة طول واحدة وهنا أيضا وحدة طول واحدة وهنا أيضا وحدة طول واحدة وهنا أيضا وحدة طول واحدة فهذا المربع الصغير يتكون من أربع وحدة طول لنرى كيف نحسب محيط هذا الشكل الملون هذا الشكل المضلل ضمن شبكة المربعات نبدأ بالعد من هنا كما تشاهدون هذا طول الضلع مربع صغير يسمى وحدة طول واحدة هون تنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداش اتناعش تلتاش ارباطاش اذا محيط الشكل المضلل يساوي ارباطاشر وحدة طول كيف حصلنا عليها؟ لنشاهد لنرى ارباطاشر وحدة طول لنرى هذا الطول كم وحدة واحد تنين تلاتة اربعة خمسة نقول خمسة زائد ويقابلها ايضا خمس وحدات واحد تنين تلاتة اربعة خمسة زائد خمسة زائد وهنا ايضا واحد تنين تنين وحدة طول زائد واحد تنين ايضا وحدة طول خمسة زائد خمسة زائد 212 زائد 2 يساوي 14 وحدة طول يساوي 14 وحدة طول لنتأمل الشكل المجاور الآتي أيضاً نريد أن نجد محيط هذا الشكل الملون نلاحظ كيف نحسب واحد تنين تلات أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 11 12 إذن محيط الشكل المضلل هنا يساوي 12 وحدة طول لنشاهد كيف حسبناها بهذا الاتجاه هذا الضلع واحد تنين تلات تلاتة زائد ويقابلها أيضاً تلات واحد تنين تلات واحد تنين تلات زائد واحد تنين تلات زائد واحد تنين تلات يكون الناتج 12 وحدة طول لدينا الآن السؤال وهو تدريب جد محيط الشكل المضلل في كل مما يلي بنفس الطريقة اللي تعلمناها سابقاً نعد ونحسب وحدات الطول أبدأ من هنا واحد تنين تلات أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة محيط الشكل المضلل هنا محيط الشكل المضلل يساوي عشرين واحدة طول لا يهم من أي جهة أبدأ أو من أي طرف من هذا الشكل المغلق أبدأ بالعد يناحض هنا أيضاً واحد اتنين تلات أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداش اتناش تلاتاش أربعة تاش خمستاش ستة اذاً محيط هذا الشكل يساوي ستة عشر وحدة طول كيف حسبناها لو انتبهنا هون واحد تنين تلاتة أربعة خمسة نحط خمسة خمس وحدات طول زائد يقابلها أيضاً خمس وحدات طول زائد واحد تنين تلاتة زائد يقابلها أيضاً تلاتة واحد تنين تلاتة يكون النتج خمس زائد خمسة عشرة زائد ثلات تلاتة زائد ثلات ستة عشر وحدات طول أما الشكل الأخير لدينا من أي جهة تبدأون من أي مكان تبدأون إن شاء الله بيكون الحل صحيح أو بيكون حسابنا صحيح أبدأ من هنا أنا واحد تنين تلات أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداش اتناش تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمنتاش إذن محيط هذا الشكل المضلل يساوي تمنتاشر وحدات طول وهلأ يا رابع بعد ما تعرفنا كيفية إيجاد المحيط باستخدام الشبكات رح نتعلم كيف نجد محيط المستطيل ومحيط المربع دون استخدام شبكة المربعات أي من خلال القاعدة الخاصة بكل منهما لو جينا تأملنا الشكل رقم واحد والذي يمثل مستطيل من خلال هذا الشكل أنا بدي أوجد طول المستطيل وعرضه بما إننا كنا بنعرف إنه المستطيل يتكون من أربعة أضلاء كل ضلعين فيه متقابلين متساويين ومتوازيين طول المستطيل يساوي خلينا نعد كم وحدة واحد تنين تلاتة أربعة طول المستطيل هون أربع وحدات طول نشوف عرضه واحد تنين تلات عرض المستطيل هون يساوي تلات وحدات طول لو جينا هون بدنا نستخدم القاعدة العامة في إيجاد المحيط القاعدة العامة نذكركم فيها محيط أو المحيط بشكل عام يساوي مجموع أطوال الأضلاء محيط المستطيل رح نستخدم القاعدة العامة في إيجاد المحيط اللي هي مجموع أطوال الأضلاء يعني أنا بدي أعمل الطول زائد العرض زائد الطول زائد العرض كلنا بنعرف إن المستطيل إلو طولين وإلو عرضين يعني أنا بدل ما أحكي الطول زائد الطول رح أعمل تنين ضرب الطول زائد وبما إنه في إلو عرضين أيضا بنحط زائد تنين ضرب العرض إذا ملاحظين التنين هون ثابتة لأنه هو إلو أصلا طولين وعرضين فأنا بدي أبسط القاعدة قدر الاستطاعة أنا هون بدي أطلع التنين عامل مشترك عامل مشترك تنين في الطول زائد اتنين في العرض بدي أطلعها من هون ومن هون رح يصير عندي ضرب بفتح قوس بيضل من هون الطول زائد العرض هون زي كإنها خاصية توزيع ضرب على جمع لو أنا حاولت أوزيع رح ترجع القاعدة الأولى اللي هي اتنين ضرب الطول زائد اتنين ضرب العرض وهذا ما يعرف بمحيط المستطيل هاي الصيغة العامة لمحيط المستطيل بتسهل علي كتير إذن منعود بنصيغها محيط المستطيل اللي بنرجع بنعيد كتابتها تساوي تنين ضرب الطول زائد العرض ياريت نحفظها مهمة كتير بتساعدنا في الحل هلأ على نفس الشكل الأول هاد بدي أنا بدل ما أجمع طول زائد عرض زائد طول زائد عرض بدي أستخدم القاعدة في إيجاد محيط الشكل رقم واحد تنين ضرب محيط طبعا رح نكتب هون محيط المستطيل اللي هو الشكل رقم واحد يساوي تنين ضرب بنعود محل الطول بأربعة زائد محل العرض بالتلاتة بننزل التنين ثابت ضرب أربعة زائد تلاتة سبعة اتنين في سبعة رح يساوي أربعة عشر وحدة طول تمام ولو حاولنا نتأكد ونحاول نعد الوحدات متل ما تعلمنا سابقا من خلال شبكة المربعات واحد تنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة دعش اتناش تلاتة عشرة أربعة عشرة نعم حلنا صح مية بالمية نجي نتأمل الشكل رقم تنين واللي بيمثل مربع كلنا بنعرف إنه المربع حالة خاصة من المستطيل جميع أطوال أضلاعه متساوية خلينا نشوف من خلال شبكة المربعات هاي قديش طول ضلع المربع نشوف كم وحدة طول واحد تنين تلاتة أربعة خمسة خمس وحدات طول يعني لو حاولنا نعد كمان جميع الأضلاع هون رح يكون خمس وحدات طول وهون خمس وحدات طول وهون خمس وحدات طول لو جينا قلنا بننطلع محيط هذا المربع باستخدام القاعدة العامة للمحيط بنقول محيط المربع يساوي طول الضلع الأول زائد طول الضلع الثاني زائد طول الضلع الثالث زائد طول الضلع الرابع وبما إنه بما إنه جميع أطوال أضلاع المربع متساوية أنا رح أريحكم بما إنها كلها متساوية وعددهم أربعة رح نستخدم القاعدة العامة اللي توصلنا لها من خلال ما سبق بإنه محيط المربع يساوي أربعة ضرب طول الضلع هيك بنكون توصلنا لمحيط المربع اللي هي الصيغة العامة أربعة ضرب طول الضلع الأربعة هي ثابت في القاعدة لو إجينا هلا ننطبق القاعدة في إيجاد محيط المربع اللي هو الشكل رقم تنين بنقول محيط المربع اللي المضلل طبعا في الشكل السابق يساوي أربعة ضرب خمسة ويساوي عشرين وحدة طول ولو عدينا رح نلاقي إنه المحيط من خلال شبكة المربعات يساوي عشرين وحدة طول الآن لدينا مجموعة من الأمثلة خلينا ننتبه ونشوف كيف بدنا نستخدم قاعدة محيط المستطيل وقاعدة محيط المربع مستطيل طوله عشرة سنتيمتر وعرضه أربعة سنتيمتر جد محيطه الطول عشرة سنتيمتر رح نحط على الشكل التقريب اللي رسمينه عشرة سنتيمتر هون عشرة سنتيمتر هون العرض أربعة سنتيمتر ويقابلها أيضا أربعة سنتيمتر نستخدم القانون قانون المستطيل محيط المستطيل يساوي تنين ضرب الطول زائد العرض ويساوي تنين ضرب الطول عنا عشرة زائد أربعة ويساوي التنين من نزلها ضرب عشرة زائد أربعة أربعة عشرة منضرب أما أفقي وأما عمودي تنين في أربعة تمانية تنين في واحد تنين تمانية وعشرين سنتيمتر اللي هي وحدة المحيط هون ليش لأنه أنا عندي الطول بالسنتيمتر والعرض أيضا بالسنتيمتر المثال الثاني جد محيط مربع طول ضلعه تمانية سنتيمتر أنا هون حاطة رسم تقريبي هون مربع طول ضلعه تمانية سنتيمتر وهون تمانية سنتيمتر تمانية سنتيمتر تمانية سنتيمتر نحكي محيط المربع يساوي أربعة ضرب طول الضلع ويساوي أربعة ضرب تمانية يساوي تنين وتلاتين سنتيمتر وحدة المحيط هون لأنه طول الضلع بالسنتيمتر قطعة أرض مستطيلة الشكل طولها سبعين متر وعرضها تلاتين متر جد محيطها هون أيضا تطبيق مباشر هون قطعة أرض افتراضية رسم افتراضي هون سبعين متر اللي هو الطول يقابله سبعين متر العرض تلاتين متر ويقابله أيضا تلاتين متر نكتب محيط قطعة الأرض يساوي تنين ضرب بما إنها مستطيلة بنحط قانون محيط المستطيل تنين ضرب الطول زائد العرض هلأ تنين ضرب الطول عندنا سبعين زائد التلاتين بننزل التنين ضرب سبعين زائد تلاتين اللي هو ما بداخل الأقواس بيساوي مية ومنضرب تنين في واحد تنين ومننزل الصفرين ميتين متر ليش متر وحدة المحيط هون لأنه أنا عندي أبعاد قطعة الأرض اللي هي طولها وعرضها بالأمتار طول والعرض عندي هون بالأمتار إذن محيط قطعة الأرض ميتين متر معنا السؤال أو المثال الرابع قطعة أرض مربعة الشكل طول دلعها عشرين متر أحيطت بسياج ما طول هذا السياج هون قطعة أرض افتراضية أيضاً طول دلعها بما إنها هي مربعة طول دلعها عشرين متر هون عشرين متر هون عشرين متر وهون عشرين متر متر هلا نيجي طبعاً إهنا وإشي لازم نفهم السؤال أحيطت بسياج أنا بدي أوجد طول هذا السياج بدي أعرف طول السياج قديش لكن من كلمة أحيطت معناه هذا السياج يحيط بقطعة الأرض من جميع الجهات هذا السياج يعني زي شباك حطنا حوالين قطعة الأرض هاي اللي طولها عشرين متر حوالينها حوالينها حوالين حدودها من هون نعرف إنه طول السياج بساوي محيط الأرض لأنه طول السياج نربطه في محيط في محيط في مفهوم المحيط إنه هو طول الخط الخارجي الذي يحيط بالشكل الذي يحيط بالشكل طول السياج يساوي محيط الأرض وبما إنه الأرض مربعة رح نستخدم قانون محيط المربع أربعة درب طول الضلع ويساوي أربعة درب بنعود محل طول الضلع بالعشرين هلا من أربعة في عشرين بننزل الصفر أربعة في اتنين تمانية تمانين متر تمانين متر ليش متر؟ لأنه عنا طول الضلع بقطعة الأرض بالأمطار إذن طول السياج يساوي تمانين متر اللي هو نفسه محيط قطعة الأرض وبهيك يا رابع بنكون أنهينا درسنا لليوم بتمنى إنه ما ننسى نحفظ محيط المستطيل اللي بيساوي اتنين ضرب الطول زائد العرض ومحيط المربع اللي بيساوي أربعة درب طول الضلع وأكيد يا حلوين عنا واجب من كتاب التمرين تحدي واحد زائد تحدي تنين صفحة تمانية وخمسين وتحدي واحد زائد تحدي تنين صفحة ستين بتمنى تكونوا استفدتوا لليوم يعطيكم ألف عافية